المحافظين الآن لتصريف الأعمال اليومية بس حتى يعني يعني أنا راح أسوي استعارة غير يعني ممكن مو دقيقة مية بالمية بس أنا أرد أقولها حتى المواطن البسيط يفهم هذا الشي يعني اليوم المحافظ بعد صدور قرار المحكمة إذا كان يحتاج أن يشتري للضيافة شاي فيشتري بحدود يوم واحد ما يشتري لمدة الشهر تصريف الأعمال اليومية دور محدود على صرف الرواتب والتزامات اليومية تصريف الأعمال اليومية إحنا نحتاج أن المحافظين ينحد عملهم بتصريف الأعمال اليومية لأن المحافظين الموجودين حاليا أهدروا أموال طائلة وحقيقة ما حققوا خدمة إحنا تصريف الأعمال ما راح يأثر نحتاج إلى أن يصل هايش تتهمهم يعني بالإطلاق كل المحافظين لو عندك عندك ملاحظات محددة لا لا كل المحافظين كل المحافظين متورطين بقضايا فساد في محافظاتهم أسعد العيداني متهم بأكثر من قضية أحمد منفي متهم بأكثر من قضية يعني قضايا الفساد موجودة ومستمرة وطبعا مؤثرين هما على القضايا بنسبة للقضايا يعني سير القضايا حقيقة يعني بطيء جدا والإجراءات التحقيقية في كثير من الأحيان ناقصة أنا أقم الدعوة حتى ضد يعني محافظة البصرة أنا عندي دعوة على قضية تتعلق بالاستثمار المحافظين ما حققوا شيء للدولة